الراديو تسعين تسعين هواها مصري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد فمن جلال المنهج الإسلامي أنه ربط العبادات بشكل من أشكال التكافر الاجتماعي الذي يجعل الفرد المسلم على تواصل دائم مع مجتمعه وأمته وبذلك يوجد مجتمع الجسد الواحد الذي طالما تحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكثر الحديث في هذه الأيام الفاضلة عن زكاة الفطر وأحكامها تلك الفريضة التي جعلها الله عز وجل عنوانا لتكافر المجتمع الإسلامي في تلك الأيام وجعلها كذلك تطهيرا للصائم من اللمم الذي يمكن أن يكون قد علق به حتى يخرج من هذا الشهر الفضيل وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه روى أبو داود رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو ومن الرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات وزكاة الفطر تدخل ضمن تلك المنظومة الرائعة للتشريع الإسلامي لتقيم هذا المجتمع المتواد المتعاون الذي يفرح كله يوم العيد يستوي في الفرح الغني والفقير روى البيهقي في سننه عن ابن عمر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج زكاة الفطر عن كل صغير وكبير وحر ومملوك صاعا من تمر أو شعير قال وكنا نؤمر أن نخرجه قبل أن نخرج إلى الصلاة يعني قبل أن يخرجوا إلى صلاة العيد فوقتها أي وقت زكاة الفطر من أول شهر رمضان إلى آخر ليلة فيه ولو خرجت قبل الصلاة يكون ذلك مجزئا وحسنا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اغنوهم عن طوافي هذا اليوم يعني عن ذل السؤال في تلك الأيام وبناء عليه هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا؟ إن زكاة الفطر فريضة افترضها الله عز وجل الأصل فيها أن تخرج طعاما كما نص رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن إن اقتاضت حاجة الفقراء والمساكين أن تخرج قيمة فيتحول الأصل إلى أصل آخر لأن مصلحة الفقير هي حكمة الله عز وجل من تلك الفريضة وبالتالي فهي الحاكمة والخلاصة التي نقول بها في وقتنا الحاضر إن إخراج زكاة الفطر مالا أفضل لأنه أقرب إلى منفعة الفقير فإنه يشتري ما يحتاج إليه والتنصيص على الحنطة أي على القمح والشعير في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان لأن البياعات في ذلك الوقت بالمدينة المنورة كانت بهذه الأصناف من الطعام فأما في ديارنا فإن البياعات تجري بالنقود وهي أعز الأموال فالأداء منها أفضل وزكاة الفطر مصرفها كمصرف الزكاة عموما فتكون في الأصناف الثمانية المعروفة لكن يفضل أن تختص بالفقراء والمساكين ويجوز نقل الزكاة من بلد إلى آخر بشرط تحقق كفاية أهل البلد الذي يقيم فيه من يخرج الزكاة أو كانت هناك حاجة ملحة في بلاد أخرى تتعرض لوضع شديد فيجوز إخراجها لهم اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعفو عنا ربنا ألبستنا الخطايا ثوب المذلة فأحي قلوبنا بتوبة منك يا أملنا وبغيتنا ويا سؤلنا ومنيتنا فوعزتك ما نجد لذنوبنا سواك غافرا ولا نرى لكسرنا غيرك جابرا وقد خضعنا بالإنابة إليك وعنونا بالاستكانة لديك فإن تردتنا من بابك فبمن نلوز وإن رددتنا عن جنابك فبمن نعوذ إلهنا ظلل على ذنوبنا غمام رحمتك وأرسل على عيوبنا سحاب رأفتك إلهنا هل يرجع العبد الآبق إلا إلى مولاه أم هل يجيره من سخطه أحد سواه ربنا إن كان الندم على الذنب توبة فإن وعزتك من الناذمين وإن كان الاستغفار من الخطيئة حطة فإن لك من المستغفرين لك العتبة حتى ترضى إلهنا أنت الذي فتحت لعبالك بابا إلى عفوك سميته التوبة فقلت توب إلى الله توبة نصوحا فما عذر من أغفل دخول الباب بعد فتحه إلهنا إن كان قبح الذنب من عبدك فليحسن العفو من عندك يا مجيب المضطر يا كاشف الضر يا عظيم البر يا عليما بما في السر يا جميل الستر استشفعت بجودك وكرمك إليك وتوسلت بجنابك وترحمك لديك فاستجب دعاءنا يا كريم ولا تخيب رجاءنا وتقبل توبتي وكفر خطيئتي بمنك ورحمتك يا أرحم الراحمين